عدد من المسؤولين الأمريكيين قرروا بإبقاء USS Nimitz وطبعا هي كانت موجودة هناك لمدة عشرة أشهر من أجل الضغط وردع إيران ولكن أيضا في نفس الوقت المسؤولين الأمريكيين هذولا بتصريحاتهم اليوم قالوا بأنه هناك حاملات للطائرات أخرى من الممكن جدا في الأسابيع القادمة أن تكون بديلة لـ USS Nimitz وتدخل الخليج العربي من جديد لذلك إذا ألقينا نظرة على طبيعة التفاصيل التي نشرت بتصريحات هؤلاء المسؤولين لـ New York Times اليوم هذه طبعا هي حاملة الطائرات USS Nimitz هي حاليا موجودة في الخليج العربي في هذه النقطة تحديدا وهي استلمة الأوامر ومتوجهة إلى ميناء بريمرتن وهو موجود في ولاية واشنطن وطبعا هذه المنطقة منطقة الخليج العربي ستكون معناتها من دون أي حاملات للطائرات خلال الأسابيع القادمة ممكن حتى أكثر من شهر ما رح نشوف أي حاملة طائرات أمريكية موجودة في هذه المنطقة ولكن حاملات الطائرات الأخرى والمرشحة واللي صرحوا عنها بأنها ممكن جدا أن تكون هي البديلة بحسب التطورات وبحسب المتغيرات بالنسبة لحاملة الطائرات المرشحة الأولى لهذا الموضوع هي USS Dwight Eisenhower هذه موجودة فعليا في المحيط الأطلسي حاليا وهي استلمت أوامر على غرار طبعا أوامر USS Nimitz بالعودة هي استلمت أوامر بالتوجه من البحيط الأطلسي إلى طبعا البحر الأبيض المتوسط وبوجودها خلال أيام ممكن خلال أسبوع هي تكون متواجدة في البحر الأبيض المتوسط اللي هو المديتيريانسي رح تكون طبعا واضح جدا هي رح تغطي على سوريا رح تغطي على العراق وكذلك على إيران على الرغم أن المسافة طبعا مقارنة بالخريج العربي والردع الموجود بالنسبة لأي حاملة الطائرات على إيران هي ممكن جدا أيضا أن تكون ضغطة على إيران من هذه الجهة كون ببساطة أن هناك طائرات اسمها البوينغ كي سي وان ثري فايف سترايرو تانكر هذه موجودة دائما بالأجواء العراقية تطير يوميا في العراق وتقوم بعملية الإرضاع الجوي لأي طائرة مقاتلة أمريكية فبالتالي طبعا هي تسهل مهام الطائرات الأمريكية إذا كانت هناك نية للوصول إلى إيران طبعا فلذلك عمليا الموضوع يعني لن يكون هناك باختلاف لكن بالنسبة لهم للأمريكيين وجود اليو اس اس آيزنهاور في هذه المنطقة ما يعتبر بديل اليو اس اس نيميتس نهائيا البديل يجب أن يكون في الخليج بالنسبة لهم لكن هي ستكون موجودة طبعا الآن حاملة الطائرات الأخرى المرشحة أن تكون في الخليج العربي إذا ما قرر البنتاجون ذلك طبعا هي طبعا الي هي طبعا يو اس اس تيودور روزفيلد هذه موجودة بعيدة جدا في المحيطة الهادئة الآن حاليا في هذه النقطة تحديدا وهي مرشحة أن تتواجد في الخليج العربي مثل ما قلنا من أجل طبعا الضغط على إيران مثل ما قلنا أيضا حسب التطورات والمعطيات لكن تخيلوا هذا السيناريو بوجود حاملة الطائرات هذه من قبل البنتاجون مع استمرار وجود يو اس اس آيزنهاور في البحر الأبيض المتوسط ممكن يشكل ضغط كبير جدا وخاصة لننسى أن بايدن في سياساته الرجل معارض جدا للبككة حزب العمال الكردستاني فممكن جدا أن نرى أن هناك رغبة من بايدن لإضعاف البككة الموجودين في الشمال العراقي معارض جدا لا يريد بقاءهم يعني لما كان هو حتى سياسي في مجلس الشيوخ الأمريكي كان معترضا عليهم من بداية نشوء طبعا البككة فلذلك ممكن جدا أيضا أن تكون بها ضغط نوعي على تركيا أيضا لا نعلم حقيقة طبيعة التصرفات لكن تخيل موقف وجود يو اس اس روزفيلد وكذلك يو اس اس آيزنهاور في هذه المنطقة بالتأكيد رح يكون ضغط عالي جدا وتخطية عسكرية كبيرة لذلك إذا أيضا ألقينا نظرة على هذه التصريحات والشرح اللي شرحته لكم الآن في النيويورك تايمز وكيف جاء نص تحديدا من هؤلاء المسؤولين شوف شنو اللي قالته مسؤولو البنتاجون الثلاثة أكدوا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إرسال حاملة طائرات أخرى إلى الشرق الأوسط لتحل محل نيميتس ولكن حاملة الطائرات آيزنهاور وحاملة الطائرات ثيودور روزفيلد يمكن إرسالها في أي أو في الأسابيع أو الأشهر المقبلة هي البديل المرشح بالنسبة لحاملة الطائرات مثل ما قلناكم أيضا المثير في الموضوع أن هناك نقاشات محتدمة على طبيعة الإنفاق على الجيش الأمريكي هناك إنفاق هائل جدا وأكو عملية تقييم أنه إحنا إلى متى نظل هذا الإنفاق يستمر في أمريكا على الجيوش الأمريكية على كل هذه الأمور من حاملة طائرات من وجود أمريكي وغيرها المثير بحسب الديفنسي نيوز ونقاشها لهذا الموضوع وضعت نقطة إلها علاقة بينه وإلها علاقة بأفغانستان أيضا وعن التواجد الأمريكي هناك شوف شون اللي قالت اليوم أيضا مع احتمال أن يزيد الرئيس بايدن من تواجد الجيش بشكل كبير في أفغانستان والعراق سيستمر للإنفاق الضخم في السنة المالية 2021 وما بعدها اللي نفتهم هنا أن هناك نواية لإرسال قوات إضافية لتتواجد في العراق شكرا